السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اناعمل مع بعض النهاردة الكشري الحلو. ده تريند بقى بتاع اليومين دول بتاع محلات بلبن. لازم كلنا نجربه. لانه هو فعلا يستهل التريند ويستهل التجربة. اه اول حاجة كده هنشوف زي ما انتم شايفين ممكن تميلي بالفواكه ممكن تميلي بقى بصوصات الكرامل او الشوكولت. وهنعمل معاكم الخطوات خطوة خطوة بالتفصيل وخليكم معايا. هنجيب اه ربع كيلو من الكنافة وياريت يكون متفرز كده في الفريزر. ونبدأ ان احنا نفرقها بادينا كده كويس جدا علشان نهرسها قوي. هنحط عليه بقى معلقة من السمنة ويستحسن تكون سمنة بلا دي لو موجودة. مش موجودة حط سمنة عادية. وهنبدأ بقى ان احنا نفردها كده في الصناعي وندخلها تحت الشواية وكل شوية نطلعها ونقلبها بالمعلقة بالشكل ده. هنخلي الكنافة اللون هيبقى دهبي وحلوة جدا بدون اي زيوك كتير ولا حاجة. يعني ممكن تحمريها على البتجاز بس احنا بنعملها تحت الشواية علشان تكون نسبة الدهون قليلة. هتقعد بقى الدخلية تحت الشواية وتخرجيها لما تديك اللون الدهب ده. بعد كده هنحط عليها معلقتين بس شربات تقيل ويكون بارد وهي سخنة كده ونقلبهم مع بعض ونخليها على جنب. ودي كانت اول خطوة. تاني خطوة معانا جيب بقى لف جلاش. وهبدأ بقى ان انا قطعها بشكل عشوائي بالشكل ده. ممكن بقى يقول لاش يكون آآ عنتك كده بقى له فترة ومتكسر كده من الفريزر. اطلعيه وتقطعيه بالطريقة دي. وبعد كده آآ هتفرضيه عن بعضه وهتجيبي بقى تحطيه في الصنية. ويكون انت مسياحة معلقتين من السمنة وتبدأين انت تروشيهم عليه. ويتقلبهم كويس جدا آآ مع السمنة. وبرده هنعمل بنفس الطريقة نحمره كده تحت الشواية. وكل شوية نخرجه ونقلبه بالمعلقة عشان ما يتحرقش لما ياخد معانا اللون الدهبي زي ما عملنا مع الكنافة بالزبط. الغلط بقى من الموضوع ده ان احنا ما نحمرهوش في سمنة عالبتجاز لانه يحتاج سمنة كتير. انما احنا نعمله تحت الشواية بطريقة آآ سهلة وبسيطة وكمان يعني بدون اي زيوت ولا دهون. زي ما انتم شايفين ده شاكله بقى في النهاية اللون الدهب التحفة الجميل ده. هنبدأ نحط معلقتين برضو كبار من الشرباط التقيل. وطبعا والجلاج سخني كده والشرباط آآ بارد. ويبقى كده خلصنا آآ آآ الجلاج. هنجيب بقى العالب بتاعة الكشري. زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. وهبدأ بقى ان انا احط بس اول طبقة الرز بلبن. طبعا انا ما عملتش الرز بلبن معاكو. لان انا عملته في الفيديوهات اللي قابلي دي على طول. ادخلوا لو انتم حابين تعرفوا الطريقة وتشوفوا الطريقة والمقدير بالتفصيل. هجيب بقى طبقة من الرز بلبن حطتها آآ في العلب من تحت. وهجيب بقى طبقة من الكنافة. احطها على الرز بلبن بالطريقة دي. ممكن بقى تحطي صوصات وحطي فواكه زي ما انت حبق. هنحط كده صوص من الكراميل على كل العلب. وهنزود بقى فاكهة كده في النص. ممكن تزودي بسكوت قريو مطحون. يعني يكون بديل العدس بتاع الكشري. بس انا ولادي بيحبوا الفاكهة جدا مع الكنافة. فحبيت احط كده في النص فاكهة. كم آآ واحدة كده بالفاكهة. وحطيت الباقصات وزودت عليهم كده آآ سوس نوتيلا او شوكولاتة سايحة. وآآ سوس كمان الكراميل. هنحط بقى الطبقة الاخيرة وهي عبارة عن الجلاش. وطبعا الجلاش ده هيكون بديل البصل آآ بتاع الكشري. ممكن تزودي على طبقة الكنافة تحت آآ يعني سوس الكريمة ويكون خفيف. ممكن تزودي طبقة رز آآ بلبان تانية. يعني حاولي تبديع بقى كده في آآ طبق الكشري الحلوي زي ما انت بتحبيه. هتجيبي بقى آآ بعد ما تحطي الجلاش هتبدأي تحط برضو آآ جزء كده من الفواكه. هعمل جزء بالفواكه هو جزء بس بصوصات من فوق. بجد يا جماعة اختراع. بجد يستاهل الترند. انا عملته وما كنتش متوقع النتيجة. بس بصراحة اول ما دقته لقيت فعلا طعم حلو جدا. يعني الكنافة مع المانجا او الفواكه مع الجلاش مع الرز بلبان حاجة كده يعني خيال. طعمها تحفى. تزين بقى بمنجا بفراولة بموس زي ما انت حبه. ممكن تزين بس بالنوتيلة او آآ بسوس الكرامل. يعني بقى تبديعي في آآ كل حاجة تحبيها تحاول ان انت تحطيها كده وتجربها. آآ هنبدأ نحط بقى في آخر حاجة خالص على الوش. صوس كده نوتيلة او آآ كرامل. هنعمل مكس من الاتنين. ويبقى جاهز معايا احلى كشري حلو. عاملاه في ايديكي. طريقته سهل وبسيطة. عندك شوية كنافة كده في الفريزر مركنين في جنب وشوية جلاش. على طبق رز بلبان وتبدأي تعملي الكشري الحلو ده. وتزود بقى شوية تصوصات والفواكه اللي موجودة عندك. اكيد اكيد لو جربتي انا آآ يعني متأكدة انه هي اجيبك قوي قوي. الله على جماله وعلى شكله. وكمان برضو طعمه احلى واحلى. اتمنى تكون وصفت النهار ده عجبتكم. واتمنى كمان تكونوا استفدتم منها. ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش بقى الكومنتات الحلوة منكم عشان تشجعوني. اعمل لكم وصفات تانية كتير. وآآ كمان ما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.